من الصحفيين للبرلمان والبرلمان وده برلماني الدكتور محمد فوقت بيتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة رواتب المعلمين في مصر في أزمة ودي لازم هنفتحها معاكم وخلينا كده دايما نكون في صف المعلمين لأن دول اللي بيربوا أولادنا دول اللي بيعلموهم لازم يكونوا في حالة جيدة يعني إيه وإحنا في 2019 يبقى الراتب بالأساسي مش 2019 بيبقى 2000 مش عارفه كام طب ليه مش بأساسي 2019 وده حق من حق المعلمين وإحنا يعني دايما بنقول لما نبني البلد بنبنيها بالتعليم ومش هتعمل تعليم من غير معلم فإحنا بنناشد إن يكون فيه فعلا إعادة نظر في موضوع أساسي الراتب للمعلمين على 2019 وده مطلب عام بقى يعني وإحنا بنتمنى فعلا فعلا إن يكون فيه إعادة نظر في هذا القرار وإن يصرفوا للناس دي على أساسي 2019 وإن يكون فيه إعادة نظر في موضوع أساسي طيب وإحنا نظر في موضوع أساسي فعلا إن يكون فيه إعادة نظر في رصانية جنعية